لماذا تصبح الزلازل؟ وماذا السبب لحدوثها؟ لماذا زلزال الأول اللي صار بسركية وسوريا لحقو زلزال الثاني بعد ساعات؟ ولماذا بعد السبوعين صار زلزال جديد؟ لماذا ما تناهت كثير بزلزال سوريا وتركيا مقارنة بزلازل أقوى منها كثير؟ وأخيرا هل زلزال سوريا وتركيا كالسة طبيعية أو مفتعلة عن طريق البشر؟ بداية لازم نعرف أن الأرض تحتنا موسعبة لتنعام الحسة أنتوا كثير منيح للكلام اللي جاي لأنه علمي مهم جدا ببني على مصادر موسوقة رح تفهمكم كل شي صار تحت الشاف خبراء زلازل وعلماء الأرض تحت القشر الأرضي في طبق الصخور الكبير يسمى الصفائح التوتوني سمتت حوالي 60 كم والكوكب كله قائم على 9 صفائح رئيسية فقط تسمى حسب مكانه برجع بكرر ركزوا منيح معي بالكلام اللي رحين قال لأنه مهم إذا الكوكب كله قائم على 9 صفائح مثل صفيحة أمريكا الشمالية وأمريكا الجمنوبي والصفيحة الأوراسية والصفيحة الأمريكية وغيرها طبعا في صفائح أصغر منهم هدول اسمهم صفائح الأقليمي وفي صفائح أصغر كمان وهدول كتار كتير مكان التقاء الصفيحة ببعض يعني الحد الفاصل بين صفيحتين اسمه فالق هو المكان اللي بتنتج منه الزلازل لأنه الصفائح بشكل عام تتحرك من 3 إلى 15 سنتيمتر خلال السنة كلها خلال هاي الحركة بتصير كتير هزال نعم الحسفية بس السؤال كيف بصير الزلزال القوي اللي منحس فيه لما بتصدم أو بتحتكي الصفائح ببعضه عند الفوالق بتنتج طاقة عالية جدا عند الفوالق هاي الطاقة بتضلت تتخزن لتتأدي لك أسور بالفوالق وبس يصير كسر رح تتحرر الطاقة وبس تتحرر الطاقة بتهز الأرض وبنتوج الزلزال طيب شو بصير إذا واحدة من الصفائح نزلقت تحت الصفيحة الثانية تحت الطبقة السخرية الكبيرة في طبقة الماغمة طبعا كلنا بنعرف شو يعني ماغمة إذا نزلقت طبقة تحت الثانية رح تنضغط على الماغمة هي الماغمة أو الحمام البركاني رح تندفع بشكل كبير لمكان مفتوح أو لأي فوها بركاني قريبي لمكان الزلزال عرفتوا هلا ليش الزلازل والبراكين مرتبتين ببراكين طيب خلونا من البراكين ونرجع للزلازل تحرك للصفائح وعمل الزلزال طيب شو الهزات الارتدادية اللي بتصير بعد الزلزال هزات الارتدادية هي فعليا زلزال ولكن بضعجات بسيطة جدا مقارنة بزلزال اللي بيسرها وعمل الهزات الارتدادية داخل الأرض هو عمل عكسي للزلزال يعني اللي بيخربوا الزلزال تحت الأرض بتصير لهزات الارتدادية هل عرفتوا ليش في أماكن نشطة زلزالية مثل تركيا واندونيسيا وفي أماكن تقريبا تخلو من الزلازل مثل وسط أفريقيا لأنه باختصار الزلزال بصير عند الفوالق والزلزال القوي كتير بصير على الفوالق بين الصفائح الرئيسية التسعة فقط لحتى يقال على زلزال مدمر لازم يكون فوق 6 درجات على مقياس رختر فوق 7 درجات يعتبر زلزال مدمر وفوق 9 درجات يعتبر زلزال كارثي على فكرة الزلازل فوق 9 درجات المسجل بالتاريخ قليل جدا وأكبر زلزال مسجل هو زلزال تشيل العظيم اللي صار سنة 1960 كانت أوتو 9.5 رختر على الرغم من أنه عدد القتلى بسببه يعتبر قليل بالنسبة لحجبه يعني قتل حوالي 1600 شخص فقط إلا أنه شرد مليونين شخص وامتد لحوالي 1000 كم وسبب السونامي بارتفاع 25 متر وصل للسواحل اليابان والفلبين أما عن الخسائر المادي بسبب الزلزال قدرت حوالي 550 مليون دولار بالستينات أو يعني ما يقارب 5 مليار دولار حاليا طيب لير زلزال سوريا وتركيا قتل أكثر من 40 ألف مع أنه أضعف من زلزال تشيل بالأول خلونا نحكي كيف حصل زلزال تركيا علمية بتركيا موجودة على التقاء صفيحتين دكتونياتين رئيسيتين للصفيحة الأفريقي والصفيحة الأوراسي وإضافة لصفائح فرعي مثل صفيحة الأناضول وصفيحة شمال تركيا وصفيحة أضنى التي تقع جنوب تركيا وصفيحة العرب جنوب شرق تركيا اللي صار باختصار صفيحة أضنى وصفيحة العرب تحركوا جنوبا وهي الحركة سببت فوارق بين الصفيحة الأناضول هذا الفراغ أدى للزلزال الأول اللي صار الساعة 4 السبع اللي قدرت قوته 7.8 جدر بعد حوالي 9 ساعات حركت صفيحة الأناضول جنوبا بشكل طبيعي حتى تصد الفراغ اللي صار بسبب حركة صفيحة أضنى وصفيحة العرب هاي الحركة ولدت الزلزال الثاني اللي كانت قوته 7.5 رخت هلأ خلونا نرجع للسؤال اللي سألناه من شوي لش عدد القتلى بتركيا وسوريا أكتر بكتير مقارنة بزلزال شيلي بغض النظر على أنه المنطقة اللي صار فيها الزلزال تعتبر منطقة مكتزة بالسكان السبب الرئيسي هو انهيار المباني المصنوعة بشكل سيء بسوريا لا يولام أحد يعني حتى لو الأبني وامتازت الصنع فالحرب خربتها وجهزتها كوليمة سهلة للزلزال خلونا نرجع ونحكي عن الزلزال اللي صار بعشرين فبراير اللي صار بالوقت كندرون واللي كانت قوته 6.4 رخت ومركزه مدينة هاتاي وتبعدوا هزي ارتدادية بلغت قوته 5.8 رخت حسب رئيس الجمعي الفلكي السوري دكتور محمد العصيري فالزلزال منفصل تماما عن زلزال 6 فبراير وما له أي علاقة فيه ناتج عن ضعف الصفائح لصغيري الموجودة بالمنطقة وحسب كلام العصيري فهي الهزات كلها متوقع لكن غير متوقع أن تتجاوز الخمسي رختر بس رجع أكد الدكتور أنه هاي الهزة بتساعد على استقرار الصفيحة وتفريغ طقت الأرض بشكل أكبر بالنهاية الزلزال كارثة طبيعية وأمر رباني ما مندري ونقفو وللأسف مهم حكينا ومهم حاولنا ما فينا نجنب وقوع الزلزال ولكن فينا نخفيف موت ناس جديدي بالزلزال لازم كنا نساعد الناس لتضرروا بالزلزال إن كان بالدعم المادي أو الدعم النفسي أو الدعم المعنوي